موسيقى رحب بكم من جديد مشاهدين في عدد هذا المساء من برنامج ملف خاص انطلقت اليوم برباط أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية بمشاركة 21 بلدا مطلا على المحيط الأطلسي وذلك بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الأفريقية المبتكرة وتشكل هذه المبادرة تجسيدا لرؤية ملكية هادفة إلى جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار المشترك متابعة لهذا الموضوع يسعدني أن أرحب في الأستوجو بياد دكتور عزدين خمريش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا ومرحبا شكرا على تلبية الدعوة أرحب أيضا بياد دكتور العباس الوردي أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط أهلا وسهلا بك أهلا أختيمان وشكرا على استضافة شكرا لكم ضيفي الكريمين على تلبية الدعوة سأبدأ بطرح سؤال يهم السياق أبدأ معك دكتور عزدين خمريش ما هو سياق انعقاد هذا الاجتماع يتعلق الأمر بثالث اجتماع وزاري يهم البلدان الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي رقم البلدان المشاركة مهم جدا في اجتماع الرباط 21 بلدا مشاركا 15 بلدا ممثلا على الصعيد أو ممثلا تمثيلا وزاريا أولا لا بد من الإشارة على أن هذا الاجتماع القارلي لدول الأفريقية المطلة على الأطلسي هو يأتي في إطار النسخة الثالثة التي يحتضنها المغرب وذلك تجسيدا لرؤية ملكية هادفة قصد جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة استقرار ومنطقة سلام ومنطقة تعايش للدول القارة الإفريقية وأيضا منطقة لتبادل الخبرات والتجاري فيما بين هذه الدول الإفريقية وأظن أن السياق الدولي والسياق الإفريقي اليوم يتطلب منها أكثر من أي وقت مضى أن يلعب المغرب كقوة ناعمة وكدولة فاعلة في القرار السيادي الإفريقي دورا مهما في تكريس ثقافة التعايش وثقافة السلم وثقافة الحوار وتبادل الحضارات وتقافة أيضا فض النزاعات الدولية بشكل سلمي هادئ بدون توتر بدون حروب بدون نزاعات قارية ودولية خاصة أن ما يجمع الدول الإفريقية المحيطة أو المطلة على الأطلسي أكثر مما يفرقها وبالتالي اليوم هذه الرؤية الملكية الهادفة إلى هذا الاستقرار والهادفة إلى ضمان السلم والأمن والتعايش على مستوى دول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي يأتي في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى من خلال خلق فضاء حواري فضاء لتلاقح الثقافات ولتبادل وجهات النظر للقضاء على كل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها الدول الإفريقية وسنأتي على تصل الضوء على أهم المشاريع الاقتصادية التي يمكن أن يلعبها هذا المحيط الإفريقي الأطلسي في تقدم وتنمية البلدان المشاركة في هذا المؤتمر الذي تحتضنه عاصمة الرباط كعاصمة للحضارات وعاصمة للتعايش ونشر ثقافة السلام والحوار طبعا الهدف المعلن هو جعل إفريقيا الأطلسية أو الأقطار المطلة على المحيط الأطلسي منطقة للاستقرار منطقة للسلام وأيضا منطقة مزدهرة وفيها الرفاه لشعوب هذه البلدان كيف يمكن أن يساهم هذا التجمع الإقليمي وما خصوصية هذا التجمع يعني الإطلال على المحيط الأطلسي يساهم في كل جهود بل ورد رؤية إفريقية مشتركة لكل القضايا ولكل التحديات التي تبرغ منها القارة إعلان كما قلت أختي هيمان فالأمر يرتبط بخلق قطب جغرافي إقليمي كفيل بالإعلان عن مبادرة مجموعة الواحد والعشرين نمكن أن نسمعها كذلك لأنها مبادرة محمودة وتتمثل في إرساء المعالم الكبرى لنسخة ثالثة لهذا التوجه الذي ما فتئ كل مكون من هذه المكونات يثني على الحكمة الملكية السامية لجالة الملك محمد السيد حفظه الله في الإعلان عن ضرورة بناء مصير مشترك وكذلك عدم رهن الأجيال الحالية أو المستقبلة بالصراع وكذلك بالاختلاف الغير مبني على أساس وكذلك التنمية المشتركة في إطار مقاربة جديدة عنوانها التعاون الإفريقي أو التعاون جنوب 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 عموما مسألة أخرى وكدوا عليها في هذه الثباب هو أن جالة الملك محمد السيد حفظه الله أكد في أحد توجيهات الملك السامية على أنه لا استقرار لا تنمية بدون استقرار أمني وخاصة في العمق الإفريقي وبالتالي فهذا هو الدور الأساسي الذي أخذ المغرب بحكمة ملكية سامية أن يوجه من خلاله بجموعة من المشاريع وليس الرسائل المغرب لا يهم أن يوجه رسالة لمن يهم الأمر وإنما فهو يقوم بإعداد رزنامة استراتيجية كفيلة لا أقول إعادة البناء أو بريسترويكا بريسترويكا إفريقية وإنما بأولا وضع الأصبع على مكامل الخلل ثم الحديث بصوت مرتفع حول مجموعة بناء المعطيات ومن يقول الأطلسي فالأطلسي في خيرات جمة وكبرى نعقيد العزمة على أساسها من خلال بناء استراتيجية موحدة وتوجه مشارك من أجل خدمة مجموعة من الأرجندات ليس الأرجندات التنموية المقصودة بالدرجة الأولى لأنها جزء لا يتجزأ من المجال وإنما القضاء على مجموعة من الفوارق المجالية وكذلك بناء إفريقيا بطبيعة حال في حلتها الجديدة لأن الكل يعلم وخاصة الدول الكبرى أو العظمى تعلم على أن هناك نهضاء إفريقية والمغرب يساهم بدور أكبر في بناء إفريقيا الحديثة على أساس رابحين رابح وعلى أساس كذلك مد اليد أو سياسة اليد الممدودة لمجموعة من الفرقع وبالتالي فجيفانتيا أو مجموعة 21 إفريقيا الأطلسية أعتقد على أنها بناء حقيقي عنوان والمرحلة الجديدة في إطار إعادة بناء وكذلك هيكلة النظام العالمي الجديد وبالتالي فالمحيط الإقليمي بطبيعة حال يعقيد العزم على أن هناك قوة أقولها بعلو وسط هناك قوة حقيقية إقليمية هي المملكة المغربية التي تساعد بكل ما أتيت من القوة في بناء إفريقيا الجديدة وكذلك في إعطاء دينامية حقيقية لمجموعة من السواعد الإفريقية وعلى رأسها تلك الدول المطلة على الأطلسية عطفا على هذه الفكرة فكرة الرياضة المغربية في طبعا تفعيل كل جهود التعاون بين الأقطار الإفريقية التعاون جنوب جنوب من أجل النهوض بهذه القارة المهرب يتعلق الأمر بتاني اجتماع ينعقد على أرض المملكة المغربية والمهرب هنا في كل لحظة يذهب باتجاه الأفارقة تحت عنوين مختلفة يفعل كل ما من شأنه أن يخدم هذه الغهانات لمشتركة وأن يعجل بمسألة أساسية العاهل المغربي دائما يؤكد عليها في خطاباته وفي تفاعله مع الإحداث الإفريقية مشاكل الإفريقية بإمكانها أن توجد لها الخلول بنفسها والأسئلة التي تطرح الحارقة منها الردود يجب أن تكون إفريقية والردود يجب أن تكون مبتكرة ويجب أيضا أن تكون هناك مواكبة بين الأقدار الإفريقية حسب ما تزخر به من خيرات حسب إمكانياتها حسب مؤهلاتها باتجاه تنمية إفريقية شاملة هذه غيادة المغربية وقيادة كل هذه الجهود من قبل المملكة طبعا المملكة المغربية كانت دائما تنظر إلى إفريقيا على أساس أنها منطقة ينبغي أن تكون منطقة ازدهار منطقة حضارة منطقة رفاهية للمواطن الإفريقي وبالتالي المغرب اليوم ومنذ عودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي رفع شعارا فيه مجموعة من التحديات وفيه مجموعة من تحقيق مجموعة من الغايات الكبيرة جدا والاستراتيجية وهي تنمية إفريقية وعندما يضع المغرب شعار تنمية إفريقية فإن هنا يضع حلا أو يعطي حلولا وإبداعات مبتكرة للقضاء على كل مشاكل التي يعاني من المواطن الإفريقي تنمية المواطن الإفريقي تحقيق الأمن الغدائي تحقيق الأمن والسلم للمواطن الإفريقي خاصة نعلم أن القارة الإفريقية اليوم هي المنطقة التي تتزغر بمجموعة من النزاعات والحروب الدولية وبالتالي يأتي هذا المؤتمر وتأتي هذه الرؤية الاستراتيجية الاستشرافية من خلال تجميع مجموعة من الدول المطلة على المحيط الأطلسي لتكويني تكتلين دولي يطمحوا إلى مساعدة القارة الإفريقية ككل وليس إلى خدمة الجندات كما تفعل بعض الدول وبالتالي رؤية المغرب اليوم ليست رؤية قصيرة المدى تجاه إفريقيا ولكنها رؤية بعيدة المدى ورؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق شركات استراتيجية مع مجموعة هذه الدول على المستوى الاقتصادي على المستوى الدبلوماسي على المستوى التجاري على المستوى الفلاحي على المستوى الأمني وعلى المستوى الاستقرار وبالتالي اليوم في ظل هذه المتغيرات الدولية التي يعرفها العالم وفي ظل هذه النزاعات الدولية التي يعرفها العالم الحرب الروسية الأوكرانية لابد أن تؤثر على معظم الدول وتعرف أن اليوم المشاكل التي ترتبت عن هذه الحرب على مستوى الغداء على مستوى مجموعة من المشاكل على المستوى المالي على المستوى الاقتصادي وبالتالي رؤية المغرب اليوم إلى إفريقيا هي رؤية استشرافية رؤية ذات لتحقيق أهداف وغاية بعيدة المدى على المستوى البعيد وبالتالي يأتي هذا الاجتماع الوزاري اليوم الذي بطبع الحال مثلت فيه مختلف هذه الدول على مستوى وزاري كبير جدا هو تجسيد المكانة التي تحتلها المملكة المغربية داخل الدول الإفريقية واختيار مدينة الرباط كمقر لهذا المؤتمر وكعاصمة لاحتضان هذا الاجتماع فيه أكثر من دلالة سياسية وفيه أكثر من رسالة ديبلوماسية لمجموعة من الدول التي ينبغي أن تنخلط في مثل هذه الشاركات وأن تنخلط في مثل هذه التكتولات لأن العالم اليوم وفي إطار العلاقات الدولية المبنية وعلى أساس رابح وعلى مبدأ الاحترام المتبادل وعلى مبدأ التقدير المتبادل وعلى مبدأ نشر ثقافة التسامع وثقافة حوار الحضارات يجب أن تنخلط في هذا المصار الذي أعلن عنه المغرب يتعلق الأمر بمجموعة الواحد والعشرين الإفريقية كما سماها الدكتور العباس الوردي ومن أجل ربما المرور إلى مرحلة موالية اليوم وزير الشؤون الخارجي المغربي ناصر بوريطة أعلن عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة والهدف كما جاء في البلاغ تعزيز الرؤية تبادل المعلومات بين الأعضاء وشركاء المبادرة وهي أيضا هذه المنصة الإلكترونية ستكون أداة للترافع والبحث عن شركات بمعنى أننا انتقلنا من مرحلة إحداث هذا التكتل إلى البحث عن تمار لهذا التوجه الجغرافي الذي سيعود بالنفع على كل تراب القارة أكيد أختي إيمان هو كان قبل ذلك إعلان الرباط إعلان الرباط بطبيعة الحال بمثابة ميطاق أساسي لمجموعة الواحد والعشرين الأفريقية بالنسبة للدول المطلع الأطلسي وهذا التوجه المرتبط بضرورة دمج التكنولوجية الحديثة في بناء أليات تواصلية بين جميع الدول في إشارة قوية على أن المملكة المغربية تريد على أن تقلع هذه التوليفة القارية وتنتج وبالتالي فالإنتاج بطبيعة الحال لا يمكن أن يتم إلا عبر التواصل كذلك مسألة أساسية يوكل عليها في هذا الباب هناك خبرة مغربية حثيت في هذا الباب وتعويل عليها مجموعة من الدول وقالها ممثلون الخمسة عشر على مستوى المجلسة الجزائري على أنهم يعقيدون العزم على تجربة المغربية في بناء مجموعة من الأصرحة أن الكل يعتقد على أن المغرب يريد أن يحتل مرتبة الزعمة وهذا توجه مخطئ لأن المملكة المغربية لا تهمها الزعمة بالرغم أنها لها قضية مفصلية لا يوجد قضية الصحراء المغربية لكنها ليست محكومة بهذا الهاجز مثل هذه السكيزوفرينية التي تنتاب بجموعة من الدول التي أصبحت الآن تخيل مخيلة على أن تريد أن تعاكس مصالح المغرب على مستوى البرلمة الأوروبي اليوم مع الأسف على أساس احتضان البرلمة الأوروبي لميليشيا البوليزاريو إلى جانب الجزائر هذه مسألة خطيرة جدا وفيها معاكسة للتوجه الإفريقي لا أقول التوجه المغربي بالدرجة الأولى لأن إفريقيا كلها الآن وخاصة الدول المواطنة على الأطلسيت تعرف الأدوار التي تقوم بها المملكة المغربية وكذلك التوجه الحثيث الذي تريد من خلال المملكة المغربية خلق دينامية واسعة وكذلك معمقة لأن نقاش الفاعل والبناء في إطار صناعة نموذج تنموي إفريقي مسألة الرقمنا مسألة الرقمنا فيها بنكانات المعلومات أولا هاتلبونك غزاس ونديدوني فيها إشارة الحتيتة على أن المملكة المغربية تريد من جميع الدول أن تمد هذا المنصة الإلكترونية الرقمية بمجموعة من المعطيات التي ستسهل التواصل بين المستثمر سواء الإفريقي أو الأجنبي وكذلك في إطار تبادل المعطيات والمعلومات فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة وكذلك خدمة مجموعة من الأجنبات المشاركة لأن المملكة المغربية لها خبرة جد متقدمة مقارنة مع دول الجوار الذي نقولها لسناك مغاربة وإنما هناك تقارير دولية جميع على تقدم المملكة المغربية في بناء هذا التوجه المرقمن المبني على تبادل المعطيات والمعلومات والتي جنبت مجموعة من دول حتى الأوروبية منها ويلات أخطار داهمة للإرهابي وكذلك الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإعلان من الرباط على رقمنة هذه المعطيات وهذه المعلومات في إشارة حتيت على الانتقال إلى ترسيم هذه المجموعة 2021 وإعطاء بدايتها المتقدمة في إطار بناء هذا النموذج الإفريقي الأطلسي وكذلك في إطار مواجهة الصعب لأن العالم الآن لا ينتظر هناك مجموعة من الأشكالات التي تعترض المنظمة الدولية وخاصة بعد الأزمات وبعد السنوات العجاف التي عرفتها المنظمة الدولية لأن كل الآن حتى في القارة العجوز الكل الآن حتى من داخل الاتحاد الأوروبي يبحث عن نفسه كمنظمة إقليمية الآن ألمانيا تبحث عن نفسها بلجيكا تبحث عن إيطاليا الآن وكل هذه الدول تبحث عن شركة خارج النطاق لأن هناك توجه جديد فرضه النظام العالمي الجديد على أن جميع هذه الدول يجب عليها أن لا أقول أن تغزو إفريقيا لأن غزو إفريقيا قد وله وده هو التوجه الذي ما فتئ المغرب يؤكده على مستوى مجموعة من الحال محافظ الدولية سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو غيرها على أن هذا الاستعمار قد وله وعلى أن نظرية التابع والمتبوع قد ولت وعلى أن نظرية الحاكم والمحكوم داخل مجموعات من الأنظمة الدولية قد ولت وعلى أن السوق الإفريقي ترحب بالمستمر الذي يحترمها والمستمر الذي يساهم في بناء تنميتها وكذلك رفاهية الاقتصادية وكذلك الاجتماع الأمن هذا هو الضور للمملكة المغربية التي تعتز فيه كل هذه الفئات العريضة من هذه الدول الممتلة حتى لواء بجموعة 21 المطلعة الأطلسي في إطار تنويهها الدائم وكذلك المستمر بالحكمة الملكية السامية في هذا الباب بإشعة المحبة والسلام والرخاء وكذلك البناء المشتركي وكذلك خدمة مصير الأجيال عطفا على فكرة مهمة تقدمت بها بأنه هناك تجمعات القارية مثلا الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي هناك تجمعات القارية وهناك أيضا الحاجة إلى تجمعات إقليمية تجمعات على مستوى سياق جغرافي تتقاسم مجموعة من الأشياء ويمكنها أن تسير بخطا سرع وأكثر فعالية على درب تحقيق التنمية لكل أعضائها وزراء الدول الإفريقية الأطلسية اتفقوا سابقا على إعادة تفعيل الأمانة العامة الدائمة للمؤتمر والكائن مقرها بالرباط وهي مكلفة بتنصيق العمل وأيضا بتحضير الاجتماعات هل نقول بأنه في المستقبل القريب سنحصل ستتمر هذه الاجتماعات هذه المنصة الإلكترونية هذه الدينامية تجمعا إقليميا موحدا جديدا على الأمد القريب سنعين ثماره وسيكون له الأطر على مستوى تنمية البلدان الإحدى والعشرين الممثلة فيه طبعا وهذا إذا ما قمنا بقراءة استنباطية للمراحل التي قطع هذا التجمع وهو الآن في النسخة الثالثة بالعاصمة الرباط يمكن بطبيعة الحال أن نؤكد بأن الآن هذا المؤتمر أو هذا التجمع الأطلسي اليوم يسير في اتجاه ترصيخ وتأسيس الأسس والمرتكزات الإدارية والمرتكزات السيادية لهذا المؤتمر كلبنتين إدارية إفريقية تتخللها أو تحكمها مجموعة من الإجراءات أو مجموعة من المصالح التي ينبغي أن تتولى مجال التنصيق والتدبير نحن اليوم المغرب يعلن أو هذا المؤتمر اليوم يعلن عن إطلاق أكبر من صالة تبادل الخبرات والمعلومات بين المستمرين بين الأجهزة الأمنية لهذه الدول لأن القاسم المشارك بين هذا التجمع الإقليمي وهو المحيط الأطلسي وهذا معطاج لستراتيجي جغرافي مهم ويعتبر قيمة مضافة لتسهيل المهمة الاقتصادية والتبادل التجاري لهذه الدول وبالتالي نحن اليوم أمام تجمع ساحلي يطل على المحيط الأطلسي يتمتع بمجموعها من المؤهلات الجغرافية الطبيعية التي حباها الله لهذه الدول وبالتالي التفكير استراتيجي لهذا المؤتمر يجب أن ينبني على هذا المؤتمر الطبيعي والاستثماري على أكثر من مستوى لأن المحيط الأطلسي بطبع الحال لا تستمتع به جميع الدول وهذا ما جعل هذا المؤتمر يطلق عليه يسمى التجمع الأطلسي أو التجمع الوزاري للدول الإفريقية المطلة على الأطلسي وبالتالي يمكن أن نؤكد اليوم بأن الترسان القانونية والترسان الإدارية لهذا المولود الجديد الذي كان باقتراح من المغرب وبمبادرة ملكية فعالة في إطار الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك لتنمية إفريقيا يأتي هذا التجمع بطبيعة الحال لتحقيق هذه الأهداف ولتحقيق هذه الغايات القبرى على المستوى التجاري على المستوى الاقتصادي على المستوى الأمني ونحن نعرف أن المغرب يزخر بمجموعة من التجارب باعتراف مجموعة من الدول على مسوى محاربة الهجرة على مسوى محاربة الإرهاب والتطرف على المستوى الفلاحي على المستوى الاقتصادي وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا التجمع وبأن هذا التكتل الدولي كما قلت الإقليمي بعيدا عن المنظمة القارية والذي تتطلبه الإكرهات الدولية نحن الآن في متغيرات عالمية تتطلب منا أكثر تكتلا وتتطلب منا أكثر تضامنا وأكثر وحدة احتبنا الدول الجارفة إذا كانت محيطة بك خمس دول أو ثلاث دول إذا تحقق هذا التكتل وهذا التضامن سوف يؤدي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تنعكس على المواطن أو على مواطن هذه الدول وأعتقد أن هذه الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية في هذا التجمع للدول الإفريقية المطلة على الأطلسين ستكون تجربة رائدة على مستوى إفريقية وستتبعها مبادرات أخرى تنقل هذه التجربة بطبيعة حال الدول إلى باقي الدول المغرب دائما كانت لديه هذه الرؤية وكان لديه هذا الهاجس ربما حتى الحلم المغاربي هو المجهد هو يعني عاكس لهذا التوجهة لهذه الرؤية كل أقطار مطلة على البحر الأبيض المتوسط هناك مشترك هناك مؤهلات تظهر بها هناك تحديات هي نفسها يمكن أن نجد جوبة لها جميعا عوضا يفكر كل بلد لوحده اليوم عندما نتكلم على إفريقيا الأطلسية ما هي الأولويات التي تعتبرونها خاصة وملحة كيف ترتسم على هذا الحيز الجغرافي هل الأولوية هي ذات طابع أمني أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الإرهابية أو أولويات تنموية أساسا أو أولويات تتصل بربما مكافحة بعض الظواهر المعينة أو أولوية الاقتصادية في اتجاه معين كيف تنظرون إلى الأولويات الخاصة مقارنتان بباقي تراب القارة السمرة سأعطف على أحد الأفكار التي أورتها قبل قليل هناك الآن العالم أو المغرب العربي التي توجد في الدولة تطلع على المتوسط ولكن هناك من يبحث عن منفذ نحو الأطلسي مع الأسف ولكن حتى البحث بطرق سيئة لم يخدم الجار مع الأسف في قحام توجه الجيوسياسي في بناء هذا التكتل الذي هو ماضي في بناء تكتل الإقليم قادر على مجابة السحاب لأننا نقول الحقيقة لكي ننور رأي العام الوطني والدولي حول ما هي السبل التي يقوم بها المغرب بريادة السامية ملكية في بناء المصير المشترك وبالتالي فهذه الأولويات بطبيعة الحال أختي إيمان فيها أكثر من دلالة الدلالة الأولى هي اقتصادية ثم الدلالة التالية أمنية تقافية اجتماعية سياسية وكنا نتحدث عن مجموعة من البنوك التي تحدد توجه السيادة لأن هناك السيادة الغدائية سيادة الأمنية سيادة الطاقية وغيرها من التوجه سنعود لتنجة دكتور عباس الوردي في ثاني الأجزاء سأفسح لك المجال من أجل التفصيل أكثر سنبدأ معك نقاشنا في ثاني الأجزاء سنعود مشاهدين إلى استوديوهاتنا في تنجة إكرهات البتة المباشرة سنعود طبعا من أجل نشرة إخبارية مفصلة نلتقي بعدها هنا في رباط مجددا الاستكمالي ثاني أجزاء عدد هذا المساء من برنامج ملف خاص نخصصه للاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية والذي ينعقد على أرض المملكة المغربية وتحديدا في مدينة رباط فاصل ونواصل واصل معك دكتور العباس الوردي طبعا في نهاية الجزء الثاني طلبت منك الحديث عن هذا التوجه من أجل إطلاق تجمع إقليمي لدول القارة السمراء المطلة على المحيط الأطلسي هناك أولويات هناك أيضا رهانات هناك تحديات مقرونة بهذه الرقعة الجغرافية من تراب القارة علما أن المهرب دائما كان لديه هذا الهاجس هاجس إفريقيا قوية موحدة متضامنة توجد الأسئلة أو توجد الأجوبة لكل الأسئلة الحارقة وتوجد الحلول لكل مشاكلها وتستبق الأزمات حقيقة هو ميزا للآداءات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها لأن هناك حقيقة تميز للقارة الإفريقية عن غيرها من القارات الأخرى المكونة للخريطة الجغرافية الدولية لبدا لأنها أولا قارة ساعدة ثم ثانيا لها مؤهلات طبيعية جمة ومهمة بما كان ثم كذلك لها الموارد البشرية التي تفتقدها جملة من القارات المكونات لمنظومة الدولية وبالتالي فالتركيز على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة المغربية ليس بالجديد لأن المملكة المغربية خاضت الجريبة على مستوى العمق الأفريقي جريبة محمودة على أساس رابح رابح بطبيعة الحال كرست من خلالها بناء جسر قويم بينه وبين مجموعة من دول دول المحيط وكذلك ثبتت من خلالها نكران الذات وكذلك يد المدى للمجموعة من الأنظمة الإفريقية سواء على مستوى الأمنية والسياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعي تكريس هذا الملعطف الجديد وكذلك إعطائه صبغة رسمية في إطار بناء هذا النموذج أو هذا القوام الإقليمي فيها إشارات متعددة الإشارة الأولى هو أننا أولا نعد العدة من أجل إحصاء الإمكانات أولا التي تزخر بها كل دولة من هذه الدول الواحد والعشرين هذه نقطة أولى الإمكانات في مستوياتها المتعددة لأن الكل يقرن التنمية الاقتصادية وكأنها هي الحل التنمية الاقتصادية هي جزء من الحل وليست هي الحل بأكمله أو برمته ثم المسألة الثانية هو إعداد تشخيص ميداني من خلال رقمنات التواصل وبناء هذه المنصة الإلكترونية سنعرض لمجموعة التجارب التي تتكون من خلالها هذه المنظومة التي سميناها قبل قليل مجموعة 21 إفريقية المطلع الأطلسي على أنها ستعرض لتجربتها أمام مسمعي وكذلك أنظار جميع هذه المكونات التي تتناظر وتتحاور في مبينة بصوت مرتفع مسألة الثالثة هو خلق نطاق استراتيجي أنها مسألة استراتيجية حاضرة في هذا المبلغ لأن حتى وزير الخارجية المغربين ناصر بوريطة والتعاون الدوليين المغاربة مقيمين أبوال الخارج تحدث غير مرة على البعد الاستراتيجي وكذلك الاستباق في بناء هذا النظام وهذا المنظام نسميه منظام أنه منظام على مقاصي القارة الإفريقية الذي سيكرسنا محالة إعداد ثلاث مستويات في إطار التعاطي مع الملفات أولى الحارقة على المستوى القريب ثم المتوسط في إطار بناء منظومة متزينة قائمة على أساس رابح الرابع وعلى أساس احترام الهوية الإفريقية ثم على أساس كذلك احترام سيادة الدول وكذلك بناء مجموعة من الجصور التي تخدم من خلالها هذه الدول إلى جانب المملكة المغربية مجموعة من القضايا وخاصة في عز الأزمة الدولية العالم الآن يتخبط خبط عشواء في أزمة دولية عنوانها الحرب الأوكرانية الروسية ما بعد كورونا البحث عن موارد الطاقة أزمة الغداء أزمة الماء وغيرها من المشاكل الجمة التي أصبحت ترخي بذلالة على المنظومة الدولية والتي تشكلوا هذه المنطقة الإفريقية وهذه الرقعة الإفريقية الأطلسية جزءا لا يتزعوا منها مسألة البعد الطويل الأمد البعد الطويل الأمد فيه مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالتمويل عندما نتحدث عن أنبوب الغاز المغرب نيجيريا عندما نتحدث كذلك عن مجموعة من المناطق الحرة للتبادل الاقتصاد هذا ينذر على أن هذه المجموعة ستصبح بمثابة منظام إقليمي عنوانه التعاون المشارك والبناء في إطار تقاسم التجارب وكذلك في إطار الاعتماد على الدول التي راكمت تجربة ممتازة في هذا باب وعلى رأسها المملكة المغربية لأن المملكة المغربية قامت بمشاريع كبرى على مستوى مجموعة من هذه الدول تساعد بين الفيلة والأخرى هذه الدول مدت يد لمساعدة في إباني وعز كورونا وعز الأزمات الاقتصادية العالكة التي مرت منها المنظومة الدولية وهذه الدول لم تنسى ولن تتناسى ولن تتغذى الطرف عن الدور المحواري الذي تقوم بها المملكة المغربية ولكن على أساس صناعة خريطة مندمجة قائمة على احترام جميع المكونات والمقومات التي تحكم تدخلات هذه الدول وإنها فعلا معادلة ملكية قائمة الدات عنوانها الربح المشارك واحترام الجار وكذلك الثقة والمقبولية والمصداقية في جميع التبادلات معادلة رابح رابح وعلاقة الأنداد وعلاقة تكاملية بين أكتار هذه الرقعة الجغرافية من تراب القارة أثرتم أو عرجتم على مشروع عنبوب الغاز النيجيريا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا يعني العلاقة مع المغرب يتعلق الأمر بمشروع سيغير وجه إفريقيا الأطلسية سيغير ملامحها محكوم بالكثير من التحديات وفي نفس الوقت سيفتح بوابا كبرى للتنمية المستدامة وللازدهار كيف تنظرون إلى هذا المشروع إلى تقدم الأشغال إلى إيقاع هذا التقدم علما أنه يهم أساسا إفريقيا الأطلسية التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم طبعا أولا لا بد من تذكير إلى أن مهندس هذا المشروع استراتيجي الطاقي هو المملكة المغربية التي تقدمت به في إطار الشركات الاستراتيجية وفي إطار الجوالات الملكية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصر الله لمجموعة من الدول الإفريقية وقام بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشاركة وخطط العمل لشركات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية وعلى رأسهم نيجيريا ونحن نعلم أن نيجيريا من أهم الدول الأطلسية أو المطلة على المحيط الأطلسي والطبع الحالي يدخل هذا المشروع في إطار عمل أو في إطار هذه الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الطاقية التي سوف تغير أو تعتبر ثورة طاقية على مستوى إفريقيا ككل وسيستفيد منها جميع سكان الدول التي يمر منها هذا الأنبوب وبالتالي اليوم يجب أن نفتخر بهذا المشروع العملاق الذي كان مهندسه المغرب باسم جلالة الملك الذي وقعه مع الرئيس النجيري والتي حاولت مجموعة من الدول التي تجمعون بها قواصم مشتركة وتجمعون بها مجموعة من القيم ومجموعة من الأشياء التي نشترك معا فيها وكان بإمكان أن نقوم أو أن نذهب بعيدا في إطار علاقاتنا الأخوية وعلاقة الجار بجاره ولكن هذه الدول أبت إلا أن تفضل أن تضع مجموعة من العراقير في الحداء المغربي في الحداء التنموي المغربي وفي المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب والمسار التنموي الذي اختاره المغرب وهذا ما يزعجهم أظن بأنكم قرأتم واطلعتم على ما كتب حول هذا المشروع وحول ما قامت به دولتنا جارتنا في إطار تكريس ثقافة العداء وتكريس ثقافة الكيل أو سياسة الكيل بمملكة المغربية أعتقد أن مشروع الأنبوب الغاز ما بين المغرب ونيجيريا مرورا بمجموعة دول سيدية سوف يعرف بطبيعة الحال وسوف تكون له تداعيات وانعكاسات اقتصادية تنموية ثقافية أيضا حضارية وسيغير الملامح الكبرى لهذه الدول ولجميع القارة الإفريقية وبالتالي نحن اليوم يجب أن ننظر إلى هذا المشروع الاستراتيجي الكبير نظرة تفاؤلية والآن أن الدراسات التوبغرافية أو الدراسات الميدانية أو الخرائطية لهذا المشروع قد انتهت ودخلنا في مرحلة ثانية بطبيعة الحال في مرحلة الثنفيذ ومرحلة التأسيس لهذا الأنبوب العملاق الذي سوف يمر من أكثر من 15 دولة مطلة على المحيط الأطلسك وهذا المشروع يشكل قاسما مشتركا بين هذه الدول لتدعيم هذا التكتل وللمضي قدما في نظر إلى رؤية استشرافية أخرى ولتوقيع أو للقيام بمشاريع أخرى قد تغير ملامح القارة الإفريقية وبالتالي أعتبر أن هذا المولود لهذا المؤتمر أو لهذا التكتل الإقليمي بطبيعة الحال الذي يجمع مجموعة من الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي يعتبر لبناء اقتصادية وسياسية وإقليمية سوف تساهم في تنمية إفريقية سوف تساهم في نشر ثقافة الحوار سوف تعطي الضروس لمن يريد أن يعتبر ولمن يريد أن يستخلص العبار بأننا اليوم في عالم التكتلات وليس في عالم التفريقة نحن اليوم في عالم التكتلات الاقتصادية في عالم التكامل تعرفين الأخت إيمان أن عدد سكان دول القارة الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي يكاد يقترب من عدد سكان الصين وبالتالي هذه كتلة بشرية مهمة وسوق إفريقية كبيرة جدا يجب استثمارها وأعتقد أن الاستراتيجيات المستقبلية التي سوف يؤسس لها هذا المؤتمر واللبنات الاستراتيجية أو المشاريع القبرى التي سوف يقوم بها هذا التكتل الإقليمي سوف تنعكس على تنمية مواطني هذه الدول وسوف يكون سببا وعاملا أساسيا في تحقيق ثورة اقتصادية وتنموية لهذه البلدان سوف تنعكس على رفاهي المواطن الإفريقي داخل هذه الدولة عزدين خمريش يتفادى أن يسمي بمسمياتها هي الجزائرية دولة واحدة هذا الاجتماع الوزاري ربما سيشكي الفرصة حتى تعلن بعض الدول الواقعة على الأطلسي دعمها لمغربية الصحراء هذا العدد اللي هو مهم جدا كنتكلموا على 21 دولة كنتكلموا طبعا أعطيتونا بأن عدد السكان يقترب من تعداد ساكنات الصين الموارد أيضا الطاقات البشرية كل دولة لديها ربما تجربة ستكون في تكامل مع تجاربات أيضا موارد طبيعية موارد طبيعية كذلك تماما ننظر إليها بشكل متكامل بما أن الأمر يتعلق بتجمع إقليمي في الأفق كيف هي مواقفها من قضية الصحراء المغربية هل تكون هناك فرصة لتعلن عن مواقفها الداعمة لمقترح الحكم الداتي ولتوجهها المغرب من أجل تسوية أممية لهذا النزاع المفتعل وأختي الكريمة عطفا على إعلان وكذلك منضمون إعلان الرباط فيه التضامن بين مجموعة مكونات الواحد والعشرين على مستوى الأطلسي للوحدة الترابية والسيادة المرتبطة بأي ذولة من هذه الدول المكونة لهذا المنظام كما سميته قبل قليل وأعتقد على أن الدول تعرف ما هي تنظر والمقياس التي شاء من خلال رجالة الملك إلا أن يضع الأصبع على مكبني الخلل ويؤكد على أنه المغرب لن يتعامل في المستقبل إلا مع الدول التي تؤمنوا بوحدة المصير حدث المصير فيما يتعلق بالسيادة والأمن الطاقي والغداء وغيرها والآن ونحن نتحدث عن هذا التوجه الديبنوماسي الحثيث الذي يقود جلالة الملك وحمد السليس يمكننا أن نقول على أن هناك دول الآن وفي هذه الأسبوع قد تنازلت عن أطروحة التي تتبناها مع الأسف الشقيقة الجزائرية على أساس دعمها للكيان الإرهابي لانفصال البوليزاريو وأصبحت تتنصل من العدائية التي كانت تكن المملكة المغربية وتعترف بالدور الذي تقوم به المملكة المغربية على مستوى القرار الإقليمي وتدعم جهود الأمم المتحدة والمبعود الشخصي الأمير العام سيفن ديمستورا وعلى هذا الأساس فهذا التضامن اللام شروط بين هذا التكتل الواحد والعشرين سيسهمنا محالة في حالة بجموعة المشاكل ليسا مشكلة الصحراء المغربية لوحدها وإنما هذه الدول كذلك لها مشاكلها مع الجوار فيما يتعلق بالأمن فيما يتعلق بكذلك الانقلابات السياسية فيما يتعلق كذلك بالأمن الطاقي الأمن الغداء وغيرها وبالتالي فالحديث كما قلت بصوتي المرتفع قبل قليل يؤكد على أن المملكة المغربية ماضية على السكة الصحيحة وعلى أن هذه الدول لا محالة ستسير حذوى التوجه الذي ترتضيه المملكة المغربية بحكمة وتبصر من لدون جرالة الملك محمد السليس لأننا لا نعادي أعادا فلو أنصت الجزائر لي مع الأسف لما يقوله المغرب على أنها يمكن أن تبتعد عن هذا الملف وتترك الأمم المتحدة ومبعوث الأمم الشخصية الأمين العام سيفن دمسورة من أجل القيام بعمل دون دخول في هذه الملاتنات والمشاكسات الفارغة وهذه الترهات التي تسوق بنا وفينات الأخرى كانت ستربع الشيء الكثير مع المغرب وكان المحيط المغاربي الذي فرمنات جماحه منذ ربعة وتسعين سمائة بعد الألف سيعرف نهضة عربية عربية إلى جانب الأطلسي والمتوسطي وغيرهم وبالتالي فمغربية السحراء لا يمكن لأحد أن يزايد عليه لأن جالة الملك قالها غير مرة لا يمكن لأحد أن يزايد على مغربية سحرائنا فالمغرب في سحراء والسحراء في مغربها وكما قال جالة الملك محمد السيد حفظه الله على أن الصحراء في المغرب والمغرب في سحرائه ولا نفاوض على سحرائنا وإنما نتمسكه بمداء الشرعية الدولية وبالتالي فمهبط هذا الحوار الحوار الأديان حوار التقافات تبدل التجارب الذي أصبح تطريبا تشكيل جزءا لا يتجزأ منه لأنه مقر لهذه المفوضية لهذه المجموعة مجموعة الـ 21 أعتقد على أن هذا الدول قد استمالت هذا الفكر وقد خبرت الكثير قبل أن تأتي الجلوس إلى جانب المغرب على أن المغرب له كذلك خصوصيته وله قضاياه التي سيدافع عنها وإلى جانب ذلك اقتنعت قبل المجيئين من أجل الجلوس للتحاور وكذلك للتفاوض حول مصير الأجيال ومصير المستقبلي الإفريقي الأطلسي بمعنى أن هذه المقاومات هي تحصيل حاصل لأن من يريد أن يتعامل مع المغرب يعرف جيدا عبر قنواته الدبلوماسية لأن المغرب لن يتعامل مع دولة كيفما كان وزنها وعجمها تعادي المصالح وهذا في الأمر روسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي كذلك يبحث عن مصالحه منذ نشأته عبر بواب اتفاقية مستريخت وكذلك الاتحادات الإقليمية الأخرى التي لا صدا ولا غيرها التي تتعامل مع محيطها لأساس المصلحة وبالتالي في المغرب لا يعادي البتة المصلحة وإنما يتحددوا بالوغة البراغماتية المصلحية التي تعود بالنفع على جميع الطياف المكونات كذلك المنظومة الدولية ما دام هذه الأقطار حضرت في الرباط للمرة الثانية إلا ويقين لديها موقف في أفق الثالثة في أفق الثالثة إلا ولديها موقف من قضية الصحراء يتناغم وهذه طبعا لمجهودات التي يبدلها المغرب منذ سنوات من أجل جعل مقترح الحل الداتي هو الحل الوحيد أو الحكم الداتي هو الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع المفتعل السؤال الأخير أترحه على ضيفيه كريمين إفريقيا الأطلسية وهذا التجمع الإقليمي هي أيضا أفق من خلال تعزيز التعاون الأطلسي عموما مع الدول الواقعة على الضفة الأخرى نقصد بلدان أمريكا اللاتينية وبالتاني نحن أمام مستقبل مهم جدا وحافل وزاهر لهذا المجتمع أو لهذا التجمع الإقليمي الأطلسي طبعا أختي إيمان قبل أن أجيبك على هذا السؤال المهم والوجيه لا بد أن أرجع شيئا إلى الوراء إلى سؤالك للأخ والصديق الوردي علاقة بموضوع هذا التكتل الإقليمي بقضية صحراء أظن أنه إذا قمت بتعداد وقراءة الدولة على حدة ضمن هذا التجمع تجدين أن تقريبا تسعود تسعين فاصلة تسعين نادي الدول لا تعترفوا بجبهة البوليزاريو وبالتالي اليوم نحن أمام تكتل الإقليمي أمام مدخل من المداخل الدبلوماسية التي قامت بها أو قام بها الجهاز الدبلوماسي المغربي وتلاحظين بأن عدد دول الاتحاد الإفريقي كاد يصل إلى 54 دولة نحن اليوم أمام تكتل إقليمي يضم 21 دولة بمعنى أننا أمام تلت أعضاء مجلس أو منظمات الاتحاد الإفريقي وهذا هو المصار الذي يسير فيه المغرب وهو محاولة تدارق الخطأ الذي ارتكبته منظمة الوحدة الإفريقية سابقا والآن أصبحت تعلن عنه أغلب دول الاتحاد الإفريقي من ضرورة تدارق هذا الخطأ السياسي القاتل الذي يسيء إلى المنظمة بإدخال كيانين لا يتوفر على مقومات عضوية ولا يتوفر على المقومات القانونية حسب قواعد قانون الدولي وحسب مرتكزات وأسس العلاقات الدولية وهيئة الأمم المتحدة وبالتالي اليوم هذا المصار الاستراتيجي والتكتل الإقليمي في إطار الدبلوماسية الناعمة التي أمارسها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يأتي في هذا المصار في إطار تنويع الشركات في إطار تكتلات جنوب جنوب والقيام بمجموعة من الوحدة الإفريقية على أكثر من صعيد وهذا يحيلني إلى الجواب على سؤالك حول البعض الاستراتيجي لهذا التكتل في إطار علاقته مع أمريكا اللاتينية نحن اليوم أمام موقع جغرافي طبيعي جيوستراتيجي قد يفتح الباب على مسرعه أمام مجموعة من المشاريع الاقتصادية في إطار تمتين جسور التواصل ما بين قارتين وهي أمريكا اللاتينية والقارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بالتكامل حول مجموعة من المجالات ما بين قارة أمريكا اللاتينية وما بين القارة الإفريقية وقد يساهم بطبيعة الحال في خلق مجموعة من الاستثمارات على المستوى الطاقة على المستوى التبادل الفلاحي على مستوى الصيد البحري نحن اليوم أمام محيط الأطلسي وما يزخر به من أحسن أجود أنواع المنتوجات البحرية في العالم وهو منطقة المحيط الأطلسي وبالتالي نحن اليوم أمام رؤى استراتيجية في إطار تمتين العلاقات الاقتصادية ما بين القارتين تفاعل في هذه النقطة أخير في أقل من دقيقتين أكيد على أنه أفاق هذا التجمع المغرب ومجموعة الواحدة العشرين لم تغلق الباب أمام أمريكا التي يبلع عليك اسم ذلك فالباب دائما مفتوح كما عهدت بذلك التجارب السابقة التي يقودها قادها المغرب ويقودها وسيقودها في إطار العمل المشاركة البناء في إطار وحدة المصير الجيوسياسي لأن الجغرافية الآن تحكم السياسة وهذا الجغرافية بطبيعة الحال أكدت من خلالها المملكة المغربية على غير مرة على أنها تمد علاقات وتبني علاقات متينة مع الكرايب وغيرها من دول أمريكا اللاتينية في إطار خلق جصور لتعاون ديبلوماسي وكذلك تبادل الخبرات وكذلك بناء سياسات حثيثة في إطار تعاون المشارك وبالتالي فهذا التعاون جنوب وكذلك في إطار أمريكا اللاتينية في إشارة واعدة على أن هذه المجموعة ستتطور وعلى أن كذلك القيادة فيها ستصبح رقما صعبا على المستوى الدولي في إطار البحث عن مجموعة من الشراكات الواعدة وكذلك البناء وعلى أن كذلك ستخدم مجموعة من الأجندات وخاصة منها الأمنية وكذلك السياسية والاقتصادية وكذلك المرتبطة بالسلام والأمني وكذلك الرخاء وبالتالي فكل هذه المقاومات تؤكد على أن مهبط هذه الرسائل عنوانه الرباط العاصمة للمملكة المغربية التي تؤكد غير ما مرة على أنها حاضرة وعلى أنها حاضنة لمجموعة من الخبرات وكذلك لا أقول تجارب وإنما السياسات الواعدة من أجل بناء المصير المشاركة المشترك الرباط عاصمة الأمن عاصمة التنمية عاصمة الرفاه الإفريقي شكرا لك دكتور العباس أشكر أيضا الدكتور عزدين خمريش أشكر لكم مشاهدي ناطيب المتابعة والوفاء لميديان تيفي وفتراتنا الإخبارية متواصلة على قناتكم أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا نلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة